اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم سورة العصر هي من أعظم السورة أسدعاء المام الشافعي يقول لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى على خلقه إلا سورة العصر لكفتهم سورة العصر تكون حجة على الناس جميعا الله سبحانه وتعالى أقسم بوقت من أوقاته وبزمن من أزمنته والمولى سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه لما ربنا أقول لك والعصر الواو هذه تسمى بواو القسم فالله سبحانه وتعالى له أن يقسم بالعصر والضحى والليل والشمس ويقسم سبحانه وتعالى بأي شيء من مخلوقاته والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق إلا بالله سبحانه وتعالى هذه الصورة سورة العصر من الصور القصار أو الصور القصيرة بعد سورة النصر وبعد سورة الكوسر سورة الكوسر ثلاث آيات سورة النصر إذا جاء ثلاث آيات وصورة العصر ثلاث آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الله سبحانه وتعالى قال في مطلعها والعصر إن الإنسان لفي خسر أي يقسم الله سبحانه وتعالى بهذا الظهر وهذا الزمان أن جميع الناس في خسران مبين إلا إلا من يا رب العالمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في مجموعة كده معينة ربنا سبحانه وتعالى اجتباهم وربنا اصطفاهم وربنا ميزهم عن دون وعن سائر الناس الناس ذي اللي ربنا سبحانه وتعالى بقول لك عليها إلا الذين آمنوا آمنوا بالله سبحانه وتعالى ثم أتبعوا مع الإيمان العمل فلا يصح الإيمان بدون عمل ما يفعش أن أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأؤمن بالله وأؤمن برسول الله صلى الله ثم أطرق الصلاة والصيام وجميع العبادات ولا أأتمر بما أمرني الله سبحانه وتعالى به ولا أنتهي عما نهاني الله عنه ولكن إلا الذين آمنوا وعملوا إيه وعملوا الصلحات ثم وضح الله سبحانه وتعالى في كمالة هذه الصورة أنه لا ينبغي للإنسان أن يعيش لنفسه فقط لا بقول لك وتواصوا بالحق أي أمروا غيرهم بهذا المعروف ودلهم على هذا الحق وعلى هذا الخير ثم بعد ذلك وتواصوا بالصبر تحلوا بالأخلاق الحميدة تحلوا بكل شيء أن رأوه أن يرضوا عنه وأن يعلموا أن الذي قسم الأرزاق هو الله وأن الذي قدر هذا هو الله وأن الوهاب وأن العاطي وأن المانع هو الله فرضوا عن الله فرضي الله سبحانه وتعالى فرضي الله عنهم وكان من هدي الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم أنهما كانوا دايما بعد كل مجلس كده يقرأوا يودعوا بعض هذه الصريوس بعض بعدما كده يخلصوا كان أحدهم يقرأوا على أخيه وهو يقرأوا عليه يقرأ معا كده والعاصر يذكروا خلي بالك ربنا أقسم بهذا الزمان وربنا أقسم بهذا الوقت أن تستعن بالله وتحلى بالإيمان والعمل ثم بعد ذلك أمر بالخير والمعروف وانتهي عما أنهاك الله عنه طيب نشوف بقى أول تقرير خير في حلقتنا النهاردة ومؤسسة فيكم الخير بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جينا مع حضركم النهاردة مع مؤسسة فيكم الخير جينا محافظة الفيوم مركز إطسا ربنا سبحانه وتعالى يا رب بيكتب البلاء على أي حد فينا يا رب العالمين أصعب البلاء أن البلاء ده يا جماعة يكون في فلزة كبدك وقرة عينك وريحانة فؤادك أن البلاء ده يكون فأحب الناس لألبك اللي هو ابنك أو بنتك ربنا سبحانه وتعالى التالى ستة أم يوسف بنتها سواء 22 سنة عندها للأسف دمور في المخ وعندها مشاكل تبول للأسف لا إراضي عندها مشاكل كترة جدا ربنا يعافينا أنا لما شكت التقرير يا جماعة للأسف لقيت تقرير الدكاترة تقرير صعب جدا جدا حالة الأنسة استرقاء فارس يوسف علي تقرير الطب يا جماعة بيوصف حالة البنت صعب جدا جدا عندها اضطراب في الأسف في المخ وعندها مشاكل وعندها دمور وعندها تبول لها إراضي عندها مشاكل صحية مزمنة وصعبة جدا للأسف بتاخد بتلبس بامبرز يعني 900 جنيه في الشهر بتاخد علاج بـ 2500 جنيه في الشهر تلقى صعب بينما يكتبوا علينا يا رب ولا يكتبوا على أولادنا ولا يكتبوا على حد خالص يا جماعة مجد لما الاتلاء يكون في أحب الناس لقلبك يبقى صعب وأصعب الحاجة لما ربنا يجمع عليك بلائين بلاء المرض وبلاء العوز والفقر مرض وما فيش حتى أن أنا قدر أصرف أصرف على هذا المرض يا جماعة ربنا يا رب يعافينا ويعافي أولادنا جينا النهاردة يا جماعة لست أم نوسف أم إسراء بنت المريضة العيانة تعالوا محضراتكم نشوف ظروفهم إيه نساعدهم إزاي سلام عليكم إزايك يا حاجة من نوسف عاملين حاجة من نوسف إحنا مستدفقكم الخير جينا النهاردة إن شاء الله بإذن الله ربنا يجعلنا مفتاح للخير جينا لما شفنا بنتك وشفنا التقارير والأشعة والتحليل بجت التلقى صعب ولكن ده يعني قضاء ربنا نرضى به ونقول الحمد لله احكي لنا ظروفك وظروف بنتك إيه عشان الناس تقدر تساعدك إن شاء الله والله أنا جوزي حالياً كعجال وظروف ظهر طبعاً قاعد عمل عملية الظروف ما قدرش يتبع دي كده يشتغل حالياً بيشتغل حاجات بسيطة أنا بسرعة بجيب شهات خضار وأبيح وبنتي زي ما انتو شايفينها كده 22 سنة وأنا بجرع عليها وعمر جمعية خيرية ما جابت لي أي حاجة إن شاء الله مؤسسة بكم الخير هتجيب لك الخير عايشي وبجيب لها بس أنا محتاجة دلوقت لأن أنا تعبت يا جماعة طب معنش علاجها قد إيه علاجها بألفان ونصف الشهر أقول لك كده أنا كنت بشوفت التقرير المكتوب عليه علاج يا جماعة دواء مدى الحياة مدى الحياة لازم أروح لدكتور وحالياً أنا ما معيش فلوس تعب أنتو زي ما انتو شايفيني كده أنا تعبت تعبت بصراحة مش عارف أعمل إيه فأنتو ساعدني البطوغاز بيحته قول غسلها بيحتها بخسل على قدية ويدي برضو قسرت معرفش فأي يعني محتاجة مساعدة أهل الخير يعني ست أم يوسف مش عايزين نسقي العلافة الكلامية حكت حكت حكاوي يعني تدمي القلبة قبل أن تدمي أن تدمي العين ربنا ما يكتبوها لحد الابتلاء صعب الوجع أصعب لما يكون في ابتلاء في اللحابي حينا بنشد أهل الخير يا جماعة من خلال مؤسسة فيكم الخير حد من أهل الخير يتكفل بعلاج علاج بألفين ونص حد من أهل الخير يتكفل يعني أنا بإساهة ست باعت غسلتها بعد تلاجتها باعت أم بوبت البتجاز عشان تصرف على بنتها يا جماعة علاج كده الدكتور كاتب في التقرير علاج مدى الحياة صعب والله مدى الحياة مدى الحياة إصراء هتهيش كده طول عمرها تاخد علاج بألفين ونص الله على مبقرة يبقى بكام الشهر اللي بعده يبقى بكام تبسيتها جب من اين ست عندها مشاكل وغوزها عنده لأسف مرض وتعبان الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السلامة ست أم يوسف إحنا قلوبنا معاك إن شاء الله أهل الخير ريساعدوك إحنا سجلنا التقرير وهنزيو على التلفزيون عشان أهل الخير يستجيبوا لهم عندك مشكلة في الإزاعة بتاع التقرير ده على التلفزيون يعني هتسوأ هنزيو على التلفزيون عندك مشكلة لا ولا مشكلة ولا حاجة يعني الناس عمالتني أهل إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيصخر أهل الخير اللي يشوفوا إسراء ويشوفوك ويسمعوا هذه الكلمات إن شاء الله ربنا ينزل هذه الكلمات على قلوبهم بردا وسلاما ويستجيبوا الأمر الله ويستجيبوا لنداء رسول الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن تعليقك يا شيخ على حالة أم عبدالله تعليقي على الأستم عبدالله يا أستاذ دعاء إن إحنا بقدر الإمكان نقف معاه لله أولا استجابة لأمر الله إحنا اللي محتاجين للخير ده إحنا اللي محتاجين للثواب والأجر ده كلنا عندنا ذنوب ومعاصي نتمنى أن الله سبحانه وتعالى يغفرها ويسامحنا عنها تبلع عشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر هذه الذنوب وهذه المعاصي محتاجين إن إحنا بقدر الإمكان ننظر لست أم عبدالله نظرة خير ونظرة رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده الصدقة تطفي أغضر الرب وقال لنا الصدقة برهان ودلال ودليل على إيمان وقرب العبد من الرحمن سبحانه وتعالى عشان نعرف إحنا قريبين من ربنا سبحانه وتعالى ودلاء شوف نفسك أنت عندك باب خير مع ربنا ودلاء لو معك مع ربنا باب خير وتفتح هذا الباب وبقدر إن كانت تساعد الفقراء والمساجين أعرف أن أنت فيك خير لأن دليل الإيمان فعل الخير إن شاء الله طيب نشوف كمان حالة وفيكم الخير ونرجع لكم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جينا مع حضراتكم النهاردة مع مؤسس لكم الخير للحاجة سعدة الحاجة سعدة يا جماعة بيتها تحرق وأموالها راحت وكل حياتها ومستقبلها راحت تعالوا مع حضراتكم نشوف الحاجة سعدة ظروفها إيه وانساعدها إزاي لأنها بجدة عبانة البيت والله يا جماعة زي محرقكم شفته وشايفين دلوقتي البيت يا جماعة للأسف كله راح تعالوا مع حضراتكم نشوف الحاجة سعدة ظروفها إيه كله راح سعدة راح كله جس كموس وجس بقر وغنم وجديال وبيتي وكله أتاكل وحاجتي كله أتاكلت وراحت وراحت كله بيتي ما عنديش حاجة رائد المترشافو رائد كله حيطة نهودة رائدة ولي ألب يا ربنا قولي يا لبي يا ربنا رائد ما تخرها بكله يا عائلة يا حبايب اللي تقدروا ساعدنا بيش تبلون للأطار الميت قاعد فيها لابعاد أربع بنات ساعدنا وابعاد ثلاث سبيال وربنا أنت من أقبار تأفوا معانا أنا مش قادرة والله يتكلم من اللي أنا فيه حكا سعيدة يا جماعة فجأة كده صباحة الصباح البيت كل ولع يا جماعة كل باهمها وكل حالها وكل مقالها وكل مستقبلها كله راح في لحظة حكا سعيدة يا جماعة بتناشد أهل الخير بتناشدكم يا جماعة بتقولنا محتاجة لتبرعاتكم محتاجة لزكواتكم محتاجة لمساعدتكم يا جماعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء محتاجين يا جماعة عن ساعدها يعني نعواضها يعني شيء عن الرحم منها محتاجين نقف معانا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده والمرء في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ربنا سبحانه وتعالى يقف معنا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه لما نقف مع الحاجة ساعدة إن شاء الله بيزة تعالى ربنا يقف معنا لما نساعدها ربنا يساعدنا لما نكون في عنا ربنا يكون في عنا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه عايزين بقدر الإمكان يا جماعة يعني بقدر الإمكان نساعدها ونخلف عليها خيرا يا حجة سعدة بنسجل للتقرده ونزيعه في مشكلة؟ لا ما فيش مشكلة يعني إن شاء الله بإيزة تعالى أهل الخير شايفينك وإن شاء الله يساعدوك وهيتفعله معاك يا أهل الخير سعدوا الحجة سعدة لله الواجه الله اصروها بتا سيد النبي قال من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة شوفنا طبعا حالة سعدة وهي من الحالات الصعبة وزي ما بقول لكم كل التقارير الحقيقة والحالات كلهم أصعب من بعض يعني مش محتاجين حتى كلام الحجة سعدة محتاجة مننا بس نتذكر حديثة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا كده النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان في ظل صدقات يوم القيامة يوم القيامة يوم الهول والفزع وبقدر الإمكان الإنسان محتاج لحسن واحدة ربنا يجعل هذه الصدقة وفعل الخير اللي انت عملته في الدنيا سواء للحجة سعدة أو غيرها من حالات مؤسسة فيكم الخير ربنا يجعله كالغمامة وكالسحابة تظلك من حر الشمس ومن هول الموقف المرء في ظل صدقات يوم القيامة وسيدنا النبي يقول لنا كده صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم لناس إلا هيساعد الناس وهيقف مع الناس وهيتفاعل مع الناس فإحنا بناشت أدل الخير من خلال مؤسسة فيكم الخير إنهم ينظروا إلى الست سعدة نظرة خير ورحمة إن شاء الله إن شاء الله نشوف كمان تقرير الحجة نادية ونرجع لكم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم جينا مع حضراتكم النهاردة مع مؤسسة فيكم الخير جينا للحجة نادية ست نادية ست كبيرة ست المسنة ست المريضة المشلولة ست اللي قعد يا جماعة وخلفت ابن واحد وربنا صلى الله عليه وسلم أصاب به أصبح ابن معاق ما عنداش أي دخل قعد في بيت بالإجار ابنها التعبان ده عنده أربع أولاد ولا هو بيشتغل مسكين ولا قادر يشتغل ولا هي عندها أي دخل تعالوا مع حضراتكم نسمع نسعدها إزاي ونسعدها إزاي وهي محتاجة إيه زكا حالجنا دي عامل أين ألف السلامة لك يا بي ألف السلامة لك والله العظيم ما حلت حاجة والله العظيم ولا محاجة والله الحاجة نشتغل ناكنش ما اشتغلش والله العظيم ما في أهل للولاد ودولة النجارة دولة ودهر واجحه والعال وآجر تكتب ودبا الصباح المجنيين هي نصدع العلاجة ياهو أقوله علاجة ياهو العلاجة ياهو والبدي ده مقجرينه بقال الف في الشهر بقالنا تقار 14 شهر دلوقتي مكسور عليّ الإجار ولا لش لا يدفعه ولا لش لا يدفع الإجار بقالي 14 شهر دلوقتي مكسور عليّ وصاحب البايد جاي بيقول لي طلعي منه طب هاتل عروح فايا بايا اطمع روح فلاح التحادة ولا بحتاجة عايزيني طلعني من البيت ومرتيبني لما ما لشي ابني جزع بيجب أكل ولا بيجب حاجة فاتيتني العيال هم فاتيت العيال في وعدة والله ابني الجنان هاي لسه داك لابتخدمني خدمة عملتني الأكل للعيال والله ما افطرنا ولا زناق هنأكل بقاءة للا أكتر حاجة محتاجة يا حاجة جنادي أكتر حاجة محتاجة يا ابني أكتر حاجة محتاجة لابني وساعدوه وسدد الدني اللي عليّ عليّ خمس ألاف والكهرب عليّ كمان والله الكهرب عليّ الكهرب عليّ واللمّي عليّ بتاع البد دا ايدي وقلت له طيب انت دفع من اللي ربعة ألاف اللي بتأخدها كل سهر ادفع منها طيب اهل الخير يا جماعة اهل الخير للحاجة نادية طبعا مش عايزين نتقل علاقة في كلام الحاجة نادية صرفها تعبانة جدا جدا الخير الحاجة نادية قعدة في بيت بالإيجار الحاجة نادية ربنا رزقها بولد واحد ابنها تعبان عنده مشاكل في الظروف ومشاكل في ظاهره مش قادر اشتغل لدرجة ان حتى زوجته مسكنة لما لقيت الظروف صعبة جدا جدا سابطه لأولاد ومشت قاعدة في بيت قالت لي ولادكم ايه رب ومتو حرين فيه ومالي نعم بولادكم وانت اللي هات راحت بتابوها وسبتني على كده وانا احدى باللعلة 노래 ربنا رزقني واحدة مجرات تقضيلي المصلحة عشان مني مش Gas بالنشر اهل الخير يا جماعة ما عليش حد من اهل الخير يتكفل بالحجة نادية حد من الخير يسد عنها الدين حد من اهل الخير يعمل لها حتى ولو مشروها بالنشر اهل الخير يا جماعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الراحمون ارحموا من الرحمن ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء عايزين نرحم دماعات الست الحجة نادية عايزين بقدر إمكان عياطها ودموع علينا يعني الأسف يعني جديدة جدا جدا بجد الحالة صعبة ومحتاجة مساعدة ومحتاجة مننا نتفاعل معنا جزا الله كل من ساهم إن شاء الله وساعد معنا مع مؤسسة فيكم الخير هننزل على أرض الواقع ننزل هذا الخير لمستحقيه إن شاء الله مؤسسة فيكم الخير بتنزل على أرض الواقع وبتشوف الحالات وبتعمل لها دراسة وبتجيب لنا الحالات الأكتر استحقاقا والصورة واضحا لما سيدنا النبي يقول لنا كده صلى الله عليه وسلم رب درهم سبق ألف درهم يقول لك خلي بالك أن أنت لا تستقل لأي معروف ممكن تعمله تقول والله طب أنا معي ألف جنيه لألف جنيه تعمل إيه لست هنا يقول لك الألف جنيه لو أنت فعلا مش معاك غيرها أو مش هتقدر تساعد ألا بيها خلي بالك الألف جنيه عند ربنا سعى لها تسبق مئات أو ملايين من الجنيهات إن شاء الله لأن أنت بقدر الإمكان يعني تفضلت بهذا المبلغ على هؤلاء الفقراء والمساكين وحضيت إن شاء الله بمكانها عظيمة من ربنا سعى تعالى رب درهم سبق ألف درهم فلا تستقل لأبدا أي معروف ممكن تزديله أو تقدمه لأحد يحتاجه إن شاء الله نشوف كمان تقرير وفيكم الخير بسم الله والصلاة والسلام وعلى سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جينا مع حضركم النهاردة مع مؤسسة فيكم الخير جينا النهاردة للحجة والست أمال الست أمال الست الأرملة اللي عندها أيتام بتربيهم الست أمال يا جماعة ربنا ابتلاها في نفسها بمرض السرطان ربنا يعافينا جميعا يا رب ويعافي جميع المستمعين وجميع المشاهدين ربنا أيضا ابتلاها بنتها البنت العسولة الأمورة مصابة يا جماعة عندها معلش يعني مشكلة زينية عقلية وعندها أيتام وفيش أي دخل شهري عندها ولا أي مصدر رزق عندها احنا بنشد أهل الخير من خلال مؤسسة فيكم الخير إن احنا ننظر لست أمال ست أم الأيتام لست الأرملة لست المصابة في جسمها ومصابة بنتها ومصابة أيضا في أولادها إن احنا ننظر إليها نظرة خير تعالوا مع حضراتكم نسمع هي محتاجة إيه وانسعيدها إزاي السلام عليكم عليكم السلام زي جلست كل عامل السلام عليكم ولي حج الأهل أخواتك اللي سمعينك من خلال مؤسسة فيكم الخير وعايزين يساعدوك إنت محتاجة إيه وظروفك إيه بصلمونهم إنهم يساعدوني في مصاريف على أولاد دي والبنت المعوة قديدة بجيب لها حفظات وأنا بجيب علاج شهري عشان أنا عندي مرض السلطان بنا عافين يا رب ويعافيك يا رب وما عندك شي طيب أي عندوك كهرباء زيادة برد كهرباء أي وزيادة بش أي مصدر رزق لا مفيش والله مفيش أكتر حاجة محتاجة من أهل الخير إيه إنهم يقفوا معنا ويساعدونا البيت عن زمانتوا شايفين بيشرخ من كل مكان ويجيبوا مية علينا في النطر في النطر لما بتنطر والبنت دي بيضباصروا بجيب لها حفظات بشتري لها حفظات يا للخير ست أمال ست أرملة عندها أيتام وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهؤلاء خيرا سيدنا النبي أوصانا بالأرامل أوصانا بالمساكين والضعفاء بل جعل الله سبحانه وتعالى الرحمة تتنزل علينا بسبب إنه ننساعد هؤلاء قال صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترحمون وترزقون بضعفائكم لما نقف مع الأيتام ونساعد الأيتام ونساعد الست أمال الست الأرملة يا جماعة اللي ما عنداش أي دخل وهي مصابة في جسمها وعندها بنتها أيضا مصابة وابنها عنده يعني الكهرباء الزهد وعندها الأولاد الأيتام العس ولا الدول عايزين حد من أهل الخير يا جماعة ينظر لهذه الأسرة نظراتها خير حد يتكفل يا جماعة الدخل شهري حد بقدر الإمكان يساعدهم في أي حاجة في الفرش البيت في تجهز البيت بطول والله السقف بنزل علي مطر في الشتاء يا جماعة نبين نشد أهل الخير من خلال مؤسسة فيكم الخير يعني من يتكفل بهذه الأسرة وله الجنة حاجة أمال احنا بنسجل التقرر ده ونزيعه على التلفزيون على التلفزيون في مشكلات؟ لا ما فيش مشاكل طب تمام احنا إن شاء الله بيكم وصدقاتكم متبرعاتكم هنسعدها ونسعدها عشان ربنا يسعدنا ويسعدنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله شوفنا طبعاً الست أمال وحالتها وحالة ولدها وحالة العيلة كلها والبيت كله صعب البيت صعب وستة أمال للأسف يعني مبتلية في نفسها ربنا يعافين يا رب وبنتها فإحنا بنقول بقدر إمكان سيدنا النبي بيقول لنا كده صناعق المعروف تقي مصارع السوء لما نقف مع ستة أمال وينسعدها ربنا سبحانه وتعالى يسلمنا ويحفظنا ويديم علينا نعمة الصحة والمعافاة خلي بال حضرتك الصحة كنز كنز والله لا يشعر بهذه النعمة إلا من حرم وسلب من هذه النعمة عشان ربنا يديم علينا هذه النعمة محتاجين إحنا نساعد غيرنا إن شاء الله هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا خليكم معي بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جينا مع حضرتكم النهاردة مع مؤسسة فيكم الخير لمحافظة الفيوم جينا النهاردة قرية اسمها قرية الجعفرة القرية دي يا جماعة فيها الست أم إبراهيم الست الأرملة الست اللي عندها أيتام الست اللي ما عنداش أي دخل يا جماعة أعدى في بيت والله لما شفنا البيت ودخلناه بيت صعب جدا جدا يتقعد فيه ست أم إبراهيم ما عنداش أي دخل اتصرت على مؤسسة فيكم الخير وبتناشد أهل الخير بتقول لكم يا أهلي يا إخواني يا حبيبي يا كل حد حاسس بي ساعدوني لوجه الله وقفوا معايا لله وقفوا مع الأيتام وساعدوهم عشان ربنا سبحانه وتعالى يساعدكم بقدر الإمكان أنا محتاجة محتاجة ست أم إبراهيم يا جماعة صداقتنا ومحتاجة تبرعاتنا ومحتاجة تربي أولادها زي أولادنا تعالوا مع حضرتكم نشوف الحاجة أم إبراهيم ازروفها وإزاي نسعدها السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قولي حاجة أم إبراهيم لأهلك واخواتك اللي شامعينك دلوقتي وشايفينك قولي لهم ازروفك ويسمعينك أهلك واخواتك محدش غريب قولي أباتي والله قولي أزالة وصعب جدا أن أنا أعود فيه وما بقى خيفة لأيه أعليه في أي وقت بيجات عليها النطرة جديدة بقى تخيفة بقى تقعد عن دجاران جنبينا وما بقى كل شيء حسنة من عند الله الناس بتجيب لي حسنة على الباب اللي بيطبخ بيجيب لي أكل اللي بيعمل أي حاجة حلوة بيجيبها للعياد معايا ثلاثة أولاد محتاجة أن أنا ساعدهم وحتى اللبس بيجي من برة ديون عليك ترى في الدكاكية وبدل الدكاة تلتة بجيب منه بجيب أكل اللي بجيب شرب ومش لاقيه والناس بتجيب بابتة طالبني عداني اللي عندي ومسالحة عندنا أخوته كبار أولاد أولاد أبوهم ما بيساعدونيش في أي حاجة ما حدش بيساعدني في فلوس ولا حد بيساعدني في حاجة خالص ولا عندي داخل ولا عندي أي حاجة والله العزم اللي علمه ربناه الظروف ماذا بقى له أم أبراهيم بقى له تلات سنين والأولاد وتقفوه عنده خمسة وثمانة سنة رحمة الله علي تبقي الأولاد ولد يا أم أبراهيم يعني يزرفهم زي بيأكلوا زي وشربوا زي وتعلموا زي عشنا على رزق من عند الله من الجران واحدة جارتنا نخبط أنا يتدينا حاجة تقولوك كل عيال يجبولنا يغبزوا عشو يجبولنا يضبخوا يجبولنا طبيق يعملوا لحمة عندهم يجبولنا مالا السلام مرة لحمة نايا مرة لحمة طيبة والله العظيم أنا بقى لي تلاتين يوم عندي رغيف عاش في الباب يجب على الشجاج من الدكة يمعش لوك كلهم الغي عمدي يدين عشرة كله ده يا غبزي ها أقرتش أقولي لحد من الجران عشن ما يضحكوش علينا يا جماعة فرشي ما عنديش فرشي خالص ولا عندي قدت نوم ولا عندي أي حاجة ما عنديش اللهم التلكي أنا بيت دو بني العيال على الارض في الصيف وفي الشتاء باعمل لهم الكلام تنسريه جماعة انتم متخيلين يعني لو مصرف بس للعيال فشهري وخلاص على كده مش محتاجة بس اللي مساعدة مصريب عايز العاي لما يقول لها عايز جنيه يا ماما أقول له خد عبيب وانه والله يبقى لها أسبوع يقول لها عايز جنيه أقول له حضر يا ابني رب من يرزقنه هاد جيد متخيلين يا جماعة كمل أسى وكمل هم وكمل حزن لعلى وش الحجة أمبراهيم الدمعات المبراهيم يا جماعة غلي علينا مبراهيم النهاردة لما تشكي حالها يا جماعة تقول والله أنا بقالي 30 يوم ما فيش رغيفة عايش في البيت يعني بتكلمه زي يا جماعة أكله شربه مش موجود مبراهيم معا تلت أولاد بتنشد أهل الخير يا جماعة اللي شايفينها وبتنشد أهل الخير لسمعينها بتنشد إخوانا وآلها وحبايبها في كل مكان بتنشدكم بتقول لكم أنا أرمال يا جماعة بتقول لكم أنا معايا أيتاب سيدنا النبي يقول لنا كده أنا وكافي اليتيم في الجنة كهتين إلا يكفل الحجة أمبراهيم ويكفل أولاد أمبراهيم في الجنة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا يتصل على مؤسسة فيكم الخير ويتكفل بدخل شهر لسيد أمبراهيم في الجنة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا يرسم الفرح والسرور على وش أمبراهيم وعلى وش أولادها الجمال دولت في الجنة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا بالنشط كل اللي سمعيننا وشايفيننا من خلال مؤسسة فيكم الخير لا تنسوا الحج أم إبراهيم من صدقاتكم وتبرعتكم بقدر الإمكان يا جماعة ما ينفعش يا جماعة مش لا يأكل ولا شرب ولا أي حتى تعلم أولادها ولا تكشف عليهم وإحنا نتغافل ونتناسى لازم نسعيدها ونقف معها عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء شوفنا طبعا الحالة والحالات كلها في حلقتنا النهاردة والعايز إن هو يساعد حالة من الحالات دي يتواصل على أرقام التليفون الموجودة على الشاشة أرقام تليفون مؤسسة فيكم الخير وإحنا بعد شوية هنشوف إنجاز من إنجازات المؤسسة والحقيقة هم على طول يعني بنحط التقرير وبعد كده بيجي حد من المتبرعين بيفرح ويساعد التقرير فبينزلوا يصوروا على طول وبيعملوا الإنجاز وبينزيعوا على طول في إنجازات متتالية وأنا نفسي نزلت معهم وشفت بنفسي إزاي إن هم بينزلوا وبيشتغلوا على الأرض ربنا يكرم كل حد بيساعد وبيفرح وبيغير حالة الناس اللي محتاج إحنا سيد عقلي محتاجين والله محتاجين هنساعد الناس لأن إحنا عندنا فعلا عيوب وزنوب كتير جدا 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 لما ست المبراهين تاجي ست الأرمالة بتقولنا والله ببيت بفوش الغفعيش وبقدر إمكان محتاجها مساعدة محتاجة مننا نظرة رحمة محتاجة حد بقدر إمكان كده يعني بقدر إمكان يساعدها ويساعدها ويقف معها احتسابا هذا الأجر وهذا السواب من الله سوء تعالى بفعلا إحنا اللي محتاجين للصدقة ومحتاجين للخير ده أنا بشكرك في نهاية حلقتنا وبشكر مشاهدينا واسبكوا آخر تقرير وإنجاز من إنجازات مؤسسة فيكم الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكل مشاهدينا وتقريرنا دلوقتي من محافظة الفيوم من قدام بيت أبو عبد الرحمن وأم عبد الرحمن إحنا طبعا يا شيخ كارم الأول هنخلي المشاهدين يروحوا كده ويفتكروا حالتهم وكانوا محتاجين إيه ونرجع نتكلم ده إحنا كنا كويسين ومش حاجة بس أنا عملت كان عندي مشكلة عملت عملية والحمد لله وقعدتني ما بقومش لازم حدي شخص الدكاتر قالولك إيه لأ أولا شخص الدكاتر إن أنا ما كنتش أوم من العملية خالص بس الحمد لله إن أنا بأم كان أقل إنه ممكن تقطع النفس أصلا إله إلا الله أنا شايف إيديك دي مش بيتحرق خالص لا إيدي ولا رجلي لازم أحد يساعدني وما بقدرش أقف لو أحد حسلتني زي يدمر في جزاء المخ المشكلة التي كانت عنديك في النخاء الشوكي عملت في أي هي المشكلة كان في العملية في دخول المكان المكان هو اللي كان قاله قال لي حاجة لازم يبقى شاء الله رباعي بس الحمد لله طلع نص فيه وجنب لي جنب الشيء كلمة جميلة جدا يا عبد الرحمن كلمة الحمد لله يعني بتقولي الحمد لله إنه طلع كزا فربنا صعى علي يرزقك الحمد دائما يا الله وقوزك عمي يا أبو عبد الرحمن كان هو العملية العملية وكان واقف معي يعني كان رايح معاك على الرجليه وكان سليم وكان معافي ما كانش عنده مشكلة أه في نفس اليوم اللي إحنا عودنا فيه دخلي الشطف عشان كان بقاله تسعة أيام من معايا في المستشفى والسخان صرب على عنف عمله ليضمر شفنا طبعا إن حالتهم واحتاجهم وهما كانوا محتاجين البيت مستورهم والحمد لله ربنا كريم في حد تبرع لهم بالأرض بنص إراد وحد تبرع لهم بيبونا البيت ربنا يجريمهم ويتقبل منهم ويجينا النهاردة أنا والشيف كارم علشان نفرح ونفرحهم ونفرحكم عين مجد من أفضل اللقاءات اللي احنا عملناها وشفناها النهاردة نحن نسع الأسر بعض الرحمن ومعض الرحمن والسادة العالم إن شاء الله تبرك الله اللهم بارك يا رب ربنا جازل كل الخير يعني اللي ساهم وساعد معنا وتصع على مستشفى ويدرنا الله ملك الحمد من ابن البيت زي ما شفنا إن شاء الله بإذن تعالى والتقريتين إن شاء الله هنجيب البيت بعد ما نكمله إن شاء الله بإذن تعالى وإياكي والمشاهدين والمتابعين جميعا من هؤلاء الذين يدخلون الصرورة والفرحة على قلوب الناس جميعا إحنا هون نهاردة البيت بني في كده نص مرحلة تقريبا أو أكتر وفاضل جزء بسيط وإن شاء الله أكيد هنصور لكم تاني بعد ما البيت بني ويتسقف وتعالى بقى يا شيخ كارم نشوف أم عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن مع مشاهدين إحنا طبعا موجودين بقى النهاردة مع أم عبد الرحمن علشان جينا يا أم عبد الرحمن نفرح كده معيكي وشوفنا البيت يعني الحمد لله تقريبا نص وكده طالع طيب ألف شكر عليكم والشكر أن أعلم جيتك أنت طبعا يا شيخ كنت معاه بقى من الأول هي وجوزها وولادها وعرف القصة والحين بسم الله والسلام والسلام على سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بمشكل كل لسان وتبرع وساعد معنا حالة أم عبد الرحمن وحالة أم عبد الرحمن ربنا سوى تعالى يساعدكم ويساعدكم في الدنيا والأخيرة يا رب العالمين ويجعلكم دائما مفتاح خير طبعا سيد أم عبد الرحمن أختنا لازم كلنا نسعى أنهنا بإذن تعالى نحاول بقدر الإمكان نعملها كده بيت تعيش في عيشة كريمة هنيئة إن شاء الله بإذن الله وإن شاء الله بإذن الله يا أم عبد الرحمن إننا معاك إن شاء الله حد ما نتم البيت على خير إن شاء الله وبقدر الإمكان نوصل لك فيه إن شاء الله وسط قهربة ووسط مية ونجيب لك فيه بعض الفرش إن شاء الله بإذن الله بإذن الله مساء عايزك يا تفرح إن شاء الله وإيأملك في الله كبير وربنا سبحانه وتعالى هو العاطي ربنا هو الوهاب ربنا سبحانه وتعالى اللي هينعم عليك إن شاء الله بالرضى بإذن الله وربنا جعلنا دائما نفتاح لكل خير ونشكر طبعا باسم مؤسسة فيكم الخير نشكر الأستاذة دعاء عامر الليمة الكبيرة يعني العظيمة ربنا جعلها مفتاح لكل خير يا رب نزلت بنفسها النهاردة شركتنا فرحة أم عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن أسأل الله أن يتقبل خطواتها يا رب العالمين وأن يجعلها في ميزان حسنتها وأسأل الله لكل الإنسان تبرع لحالة أم عبد الرحمن وأبد الرحمن إن ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليه خيرا في صيحته وماله وعافيته وولده اللهم أمين ألف سلام عليك يا حبيبتي ألف سلام على جوزك وألف ألف مبروك على البيت إن شاء الله تتهني أنت وجوزك وولادك فيه ربنا يخليك ألف شكر لك ومشكر بقى المتبرع اللي ساهم معنا وقولنا شكرا جزاك الله خيرا جزاكم الله خيرا هو وأنت ألف شكر لك رزق من عند ربنا حبيبتي ربنا يكري ربنا يخليك ألف شكر لك شكرا سبعا ربنا يبالك شكرا